اشتركوا في القناة وحريصا على كل خير يقربه إلى الله فلا ينقطع عن الأعمال الصالحة بعد رمضان وإذا جاء العيد ظن نفسه أنه قد انتهى والمطلوب منه قد أداه وانتهى لا الله تبارك وتعالى يقول ولا تكونك التي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا فبعض الناس إذا انتهى رمضان عاد إلى ما كان عليه من الإهمال للمحافظة على الصلوات الواجبة في أوقاتها مع الجماعة ومن حفظ لسانه ونحو ذلك فيطلق لسانه بالقيل والقال والغيبه والنميمة وقول الزور والسب ويتكاسل عن الواجبات وربما جرأ على بعض المحرمات وهذا هو الانتكاس نعوذ بالله من حاله فيجب على الإنسان أن يكون حريصا على فعل الخيرات كلها بعد رمضان وأن يكون مستمرا على صيام النوافل ومن ذلك صيام ثلاثة أيام من كل شهر وقد نبه النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة وعوصاه بثلاثة أمور يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أوصاني خليل بثلاث صيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام فيحافظ الإنسان على سنة الضحى قلها ركعتان لا تأخذ منك إلا ثلاث دقائق أو أربع دقائق في وقت طويل من بعد طلوع الشمس إلى ما قبل أذان الظهر بعشر دقائق من بعد طلوع الشمس بربع ساعة إلى ما قبل أذان الظهر بعشر دقائق أو ربع ساعة وقيام الليل أقله ركعة توترها قبل أن تنام وإن شئت فصلي ما بدى لك ثلث الليل أو نصفه أو زد أو انقص فكل يعمل على ما يطيق ولكن لا ينقطع عن العبادة وكذلك الصيام يوم الاثنين وصيام الخميس وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من صيامهما ولما سئل عن ذلك قال هما يوما تعرضوا فيهما الأعمال على الله وأحب أن يعرضوا عملي وعن صائم فيؤدل الإنسان هذا وبعد ذلك تأتي عشر ذي الحجة التسعة الأيام من ذي الحجة يشرع صيامها والأعمال الصالحة فيها في العشر كلها هي أحب إلى الله من أي وقت وقد قال عليه الصلاة والسلام ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر يعني عشر ذي الحجة قال ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء وصيام يوم عرفة يكفر سنتين السنة الماضية والباقية وكذلك صيام يوم عشورة يكفر السنة الماضية وصيام شهر الله المحرم كله فإن صيام شهر الله المحرم هو أفضل الصيام بعد رمضان كما قال عليه الصلاة والسلام أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل وأفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم فيصومه الإنسان كله ويجتهد الإنسان في عمل الطاعات المتنوعة والمتعددة من أداء الزكاة وأداء الحج والعمرة وغيرها من سائر القربات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر